السلام عليكم في فيديو اليوم سوف نقوم بعمل بورتفيل من خميات بسيطة جدا قبل ما ابدأ الفيديو اشكر كل الناس اللي بتدعمي وبفرح جدا بتعليقاتكم اللي بتكتبوها وباشكركم مرة تانية ويلا بنا نبدأ الفيديو اول حاجة هنعملها هي البطانة بتاعت البورتفيل وهحتاج معي قطعة من الفوم زي دي والقماش الستان ده او ارجانزة والقطعة الفوم دي هيكون العرض 28 سنتي والطول 30 سنتي والقماش اللي معي طبعا هيكون مقاسها اكبر من قطعة الفوم علشان التانيات اللي هنعملها والابيض ده غير الخشب وده هيكون المادة اللي ثقة اللي هنستعملها معانا النهاردة وهدهن قطعة الفوم دي بالغيرة وبس هدمجه كويس علشان ما يعملش تكتلات ويعمل بقع في القماش بالشكل ده بالزبط وحافرد القماش اللي معي على وشها وحالزة الفوم على ظهرها بالشكل ده كده ولو لاحظتم ان القماش اكبر من مقاس الفوم حوالي 2 سنتي في كل اتجاه علشان التانيات اللي هعملها وهقلب كده الفوم اللي معي وهفرغ الهوى اللي ما بين الفوم والقماش بعد كده هاتني القماش بس قبل ما تنيه لازم اقص الاركان دي كده علشان ما تكلكعش معي ويهالزة التانيات كلها وكده اكون خلصت البطانة حبدأ اعمل الشكل الخارجي وابتر حاجه شفتها مناسبة للشكل الخارجي بتاع البرتوفيه هي الاشاعات الطبية دي لو عندي الجلد ممكن تستخدمي هيكون افضل طبعا ولكن انا حاولت ادور على البديل وتكون حاجه متوفرة والنتيجة بتاعتها طبعا هتكون كويسة والشكل هيكون املس ونعم زي ما شفتوه في مقدمة البيت والمقاس الاشاعة دي هيكون العرض 30 سنتي والتول 37 سنتي وهدهنها بالغيرة بس هدمج الغيرة كويس علشان ما يبقى عشف القماش زي ما عملنا في البطانة بالزبط وطبعا هيكون معي قطعة قماش تانية بنفس اللون حلزق عليها الاشاعة بنفس الطريق اللي عملناها في الاول وهفرغ الهواء كويس ودي خطوة مهمة ومقاس القماش التانية دي هيكون اكبر من مقاس الاشاعة ب6 سنتي من فوق ومن تحت و3 سنتي من الجناب علشان في جزء منها هيكون باين وحبدأ ان يقلزق الجوانب بس الاول هعمل الجنبين اللي في العرض وبعد كده حلزق القماشة من فوق ومن تحت علشان هدار العيوب بتاعت التانيات وحلزقهم بالغيرة كويس زي ما عملنا قبل كده وكده اكون خلصت الشكل الخارجي للبرتوفيه وكده اكون خلصت الشكل الخارجي للبرتوفيه حاجة على البطانة ثانية وهاخد المقاس بتاع الفتحة اللي انا محتاجة ان افتحها في البرتوفيه وهلزق الطرفين بالشكل ده كده من ناحية علشان اخد المقاس اللي حينسبني المقاس هنا عندي هيكون 8 سنتي ونص أو 9 سنتي على حسب اختيوات والخطوة اللي بعد كده اللي هي جوانب البرتوفيه هايكون لطيفيه وانفعش اني ألزقه بالشامع علشان هيكون ناشف معي ومشايديني النتيجة اللي انا محتاجة فيه حاجة تانية مخصصة اللزق القماش اللي هي بكر الفازلين ده لكن بصراح هي مش متوفرة عندي فعملت باللزق الموجود عندي ده والخطوة اللي بعد كده هابدأ ألزق الجوانب على القماش كده وبعدين هاقص الشكل اللي معي بس بنا باقص حسين مسافة 1 سنتي أو 2 سنتي من القماش علشان أقدر أتنيه وتكون الجوانب متينة معي والجنب التاني هاعمله برضو بنفس الطريقة طبق طبق الطريقة اللي يشدون قفلت الجوانب معي سأقوم بعمل القفل هذا القفل من محلات مستلزمات الخياطة او لو لديك شنطة قديمة ممكن تشيلهم و تركي بهم في القفل بعد ذلك سأقوم بعمل علامة في المكان اللي سأضع القفل و سأعلم بحيث ان العلامة تكون باينة في الاتجاهين و مكان العلامة سأقوم بعمل فتحة بالقطر اللي معي علشان اركب فيه القفل و كده اكون ركبت القفل في البطانة اللي معي سأبدأ الزق الشكل الخارجي على البطانة دي سأضبط الشكلين اللي معي على بعض بالضبط و طبعا الشكل الخارجي هيكون اكبر من البطانة بحوالي نصف سنتي من الجنبين و هيكون اكبر ثلاثة سنتي من الاتجاهين اللي فوق اللي هتحط فيهم ايدي البورتي فيه والموضوع مش صعب ولا ملعبك انت بس لما تبدأي في الشغل هتلاقي كل الحاجات دي باينة قدام بس تعميني نفس المأسات اللي انا عاملها وتمشي على الخطوات بالضبط علشان طبعا انا بكون جايبة الخلاصة بتاعت الفكرة وبعد ما عملت العلامة كده هيكون الشكل مزبوط حبدأ الزقه واهم حاجة و انا بالزق الشغل اللي معي انا مش هماشي الشامع على الحرف بالضبط علشان طبعا هيبان مني و هيكون شكله مش لطيف فانا هخليه لجوه شوية بالشكل ده كده ولو عندك استفسار ولا اي سؤال اكتبيلي في كومنت وهرد عليك على طب ولو عايزة تتواصلي معي صفحة الفيسبوك هاسيبها في الوصف بعد ما خلصت الشانطة اللي معي هابدأ اني اعمل ايد بتاعتها وما تستغربش انا هعمل ايد من ايه سأجيب ازازة بلاستيك وحقص منها شريحتين كده طيب انت اكيد هتقولي هل البلاستيك ده هيستحمل انه يكون ايد ويكون قوي معايا هتشوفي مع بعض هنعمل ايه بالبلاستيك ده علشان يكون قوي ويستحمل الوزن بتاع الشمتة هنتاج المكوى بتاعت الهدوم وهحط البلاستيك كده على المكوى بحيث ان اطراف البلاستيك تتني معايا والتلقيق هتلاقي البلاستيك بقى جامد وقوي معاك درجة حرارة المكوى تكون متوسطة مش عالية جدا علشان البلاستيك ميساح وده بقى شكلهم وده السمك اللي انا محتاجه معايا في البيت طيب هو ازاي البلاستيك بقى رفايع معايا كده طبعا علشان انا سيحت الاطراف فبتدخل في بعضها فبتديني السمك الرفايع ده وهيجيب الشريط الفضي ده وحلفه على البلاستيك اللي معايا كويس بعد ما خلصت الايد اللي معايا هبدأ اركبها في الشنطة هعمل علامة على مقاس الايد كده في حدود ربع دايرة من الايد وبحيث ما توصلش للبطانة الداخلية وبعدين هقص مكان العلامة وبكده بقت معايا نفس مقاس الدايرة هبدأ اسبت الايد هجيب شراية من الستان نفس لون القماش اللي معايا وهعمل فتحة في القماش من فوق حتى ادخل فيها الستان اللي هسبت به الايد وحلزق الطرف الستان من ناحية وهفتح القماش من الناحية التانية برضو علشان اسبت فيه الطرف التاني من الستان بس الاول هكامل بقية الشريط اللي معايا وكده انا لزقت التلات شراية اللي معايا من اتجاه حلزق الايد الاول وبعدين هسبت الشراية على الايد وبعد كده حلزق اطراف الشراية من اتجاه التاني والايد التاني هعملها بنفس الطريقة ولو ظهر معاك اي عيوب او ديفوهات احنا طبعا هنغطيها بالحاجة اللي هنزين بيها البورتوفيه ومش هتبين طبعا وده شكل الايد بعد ما خلصتها وده شكل البورتوفيه من جوه وشكله من بره واخر خطوة معايا هي التزيين البورتوفيه او الشنطة اللي معايا هجيب فصوص زي دي اي حاجة متوفرة عندك والشكل ده كان موجود على عبايا عندي فحبيت وروح تشايله وحزين بيل بورتوفيه لو مش متوفرة عندك الحاجات دي هتلاقيها في محلات الخردوات اللي هي بتبيع مستلزمات الخياطة وحكاية التازين دي حاجة خاصة بك انت ووزوك ولزقت الفصوص دي على مكان الايد علشان تدار الديفوهات اللي فيها ممكن تكتفي بالسطايل السيمبل ده ولو انت حابة تعمليها السواري هتزويدي كمان الشكل ده وانت برضو يزوي لو عندك اي استفسار ولا اي سؤال اكتبيه لي في كومنت وهرد عليك ان شاء الله وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب اكون في التكم ولو بشيء بسيط ولو عاجبك الفيديو بتنسيش تدعميني باللايك والشير وتكتبي رأيك في كومنت جميل زيك ولو اول مرة تدخلي قناتي بتنسيش الاشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك فيديوهات الجاية واشوفكم الفيديو الجاية على خير